بحسب رأي رئيسنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اللي كان عم بيأعلن نهارا الأحد انه نهاية جائحة كورونا أعلن رسميا من رئيسنا قالنا انه كورونا انتهى شو رأيكم انتو كورونا انتهى ولا ما انتهى أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نهارا الأحد في مقابلة أجريها مع محطة البي أمساري الـ CBS لبرنامج 60 منت 60 ديئة بانه جائحة كورونا انتهت عم بيقول اذا لاحظته حسب زعم اكيد الرئيس لا أحد يضع كمامات يبدو الجميع في حالة جيدة جدا لذا اعتقد ان الامور تتغير ايضا منظمة الصحة العالمية اخواننا كانت عم بتقول اللي العالم لم يكن في اي وقت من الاوقات في وضع افضل من ما هو عليه حاليا للقضاء على جائحة كورونا اذا ما نحكي بالأرقام نحن اخواننا اول ما استلم الرئيس بايدن الرئاسي كان للأسف الشديد بيموت بامريكا ما يقارب 3000 شخص يوميا بسبب جائحة كورونا حاليا بعدنا بامريكا هناك اصابات كبيرة جدا وبعدنا بامريكا يوميا حسب الاحصاءات بناء على وكالة رويترز بتوفى بامريكا بسبب كورونا 400 شخص يوميا بعدنا لحد هلأ حتى الرئيس بايدن اذا مذكرين انتم صاب بكورونا مرتين وراء بعض بشهر يوليو بشهر سبعة هلأ بايدن طلب تمويل اضافي لمواجهة كورونا وللتحضير لزيادة محتملة في حالات الاصابة بكورونا في فايس في فصل الخريف القادم طلب من الكونجرس الامريكي انه يخصص ما يقارب 22.4 مليار دولار بايدويا عم بحكي انا يوميا ما عم بحكي عن الرقم العام قديش كم شخص يتوفى من نتيجة كورونا بالمتحدة الامريكية عم بحكي عن الاحصاءات اليومية بناءا على ارقام من وكالة رويترز تمام كان يموت 3000 واحد اول ما استلم بايدن يوميا هلأ عم بيموت 400 واحد كل روح اكيدي عزيزي وغالي بس نحن عم نحكي عن الرقم هلأ حاليا فيعني ما بعرف انتو عطونا رأيكم انتهت كورونا او لم تنتهي كورونا هلأ الرئيس بايدن عم بيقول خلصت كورونا طب اذا خلصت كورونا طب ما طلع تصريح فاوتي كبير المستشارين بالبيت الابيض متعلق بالامور الصحية وقال انه واصلا حتى سلطات الفيدرالية الصحية بلوت متح الامريكي قالوا انه كورونا ولقاح كورونا سيصبح سنوي كيف انتهت كورونا وبعض اللقاح موجود وبدن عطى بشكل سنوي معقولي فيك تقول قل كورونا بس انه انتهى كليا بعتقد التعبير خاطر بس انه حالات قلت اوكي ما يعني منتفق نحن وياك عدوان بدناش نبقى ننهي بشكل ايجربي خلص انتهت كورونا على حسب يعني زعم الرئيس الامريكي جوبايد موسيقى